ورجعنا مرة تاني لمادة تشخيص المشكلات التنظيمية والإدارية للتعليم المفتوح المستوى الثالث ومعاكو دكتور حنان حسين المحاضرة التانية عندنا بتتكلم على موضوع مهم جداً وحقاياوي التدريب والتطوير مشكلة من المشكلات اللي بتقابل المنظمات والإدارات إن دايماً محتاجين يطوروا وعشان يطوروا يبقى لازم يدربوا الناس اللي عندهم علشان ما يبقوش قليلين الخبرة وعشان خاطر يفيدوا نفسهم ويفيدوا العمل بتاعهم خلينا نشوف إيه الحاجة إلى التدريب بنقول بيعد التدريب حجر الزاوية في تنمية الموارد البشرية الموارد البشري اللي هو الإنسان حجر الزاوية في تنميته هو التدريب فهو يقدم معرفة جديدة يضيف معلومات متنوعة بيدي مهارات وقدرات ويؤثر على الاتجاهات بتاعة الأفراد بيعدل أفكارهم بيطور العادات والأساليب اللي بيستخدموها في العمل بيعمل على التطوير الذاتي للفرد بيلاقي نفسه شخص تاني بعد التدريب بينمي الدوافع بتاعته بيطور أنشطة دوره فيضيف عليها ويعدل فيها وعلى ذلك فإن التدريب يخدم كل من الشخص والدور اللي بيلعبه ويطور العلاقة بينهم ويزيد من فعاليته تمام يبقى إذن إحنا محتاجين التدريب ولا لا محتاجينه إحنا شايفينه هن هو ما شاء الله بيعمل خمس ست سبع حاجات يبقى إحنا محتاجين التدريب عشان نطور لأن التدريب هو اللي هينمي المورد البشري أو الأفراد الموجودة عندي ويديهم معرفة جديدة ويضف لهم معلومات أكتر ويسقل المهارات والقدرات بتاعتهم طيب لو جيت قلت في الشريحة دي هحط سؤال هقول التدريب لا يخدم كل من الشخص والدور اللي بيلعبه بل فقط يطور العلاقة بينهم يبقى العبارة خطأ هاجي أقول بما تفسر الحاجة إلى التدريب هتكتب اللي موجود ده بالزبط كده يعد التدريب حجر الزاوية في تنمية الموارد ويقدم معرفة جديدة ويضيف معلومات ويطور الأنشطة ويخدم الشخص والدور اللي بيلعبه تمام كده؟ طيب هو إيه التدريب ده؟ بعرفه إزاي؟ بقول هو عملية منظمة طبعا منظمة علشان خاطر لازم أبقى عارف الشخص محتاج إيه؟ عشان أقدر أدربه وأعرف مين اللي محتاج تدريب ومين اللي مش محتاج تدريب يبقى إزا هي عملية منظمة يتعلم من خلالها الفرد المهارات والقدرات والمعارف والتي تمكنه من تحقيق كل من أهدافه الشخصية وكمان أهداف المنظمة في علماء تانيين عرفوا التدريب بأنه هو نشاط مخطط ومتجدد ومستمر يهدف لتطوير الفرد وإكسابه الفعالية المطلوبة في عمله الحالي والمستقبلي وذلك عن طريق تنمية معلوماته وسقل مهاراته وتعديل اتجاهاته وسلوه التاني تعريف ده هو بيصف بالزبط الحاجة إلى التدريب يعني ممكن لما يجيلك بما تفسر تقدر تحط التعريف التاني ده أو الشريحة اللي كانت قبل دي طيب هاجي أقول يعرف نقط بأنه نشاط مخطط متجدد مستمر يهدف إلى تطوير الفرد وإكسابه الفعالية المطلوبة ويجي أحط لك اختيارات من 1 إلى 4 وأقول لك الدافعية الإدراك التدريب لا شيء مما سبق هيطلع الإجابة بتاعتي التدريب بعد كده نشوف هو التدريب ده بيتم كده وخلاص ولا بيترتب له يعني هل له مراحل ولا هو حاجة عشوائية كده بنقول لا هناك مراحل لعملية التدريب وطالما ذكرنا كلمة مراحل لازم ناخد بالنا إنها لازم تبقى بالترتيب 1-2-3-4 طيب هي إيه المراحل اللي عندي؟ أول حاجة لإحتياجات التدريبية هي إيه الإحتياجات التدريبية اللي عندي أصلا؟ ما دين بالكم؟ إيه الإحتياجات التدريبية اللي موجودة عندي؟ هل يا ترى كل الناس محتاجة؟ ولا ناس وناس اللي محتاجة؟ طيب خلاص عرفت الإحتياجات التدريبية عملت استقصاء وبعدت استمارة وشفت المديرين وسألتهم الناس اللي عندهم محتاجين إيه؟ بعد ما شفت إحتياجاتي التدريبية أبتدي أصمم البرنامج التدريبي طيب صممت البرنامج التدريبي أنفذ البرنامج التدريبي؟ طيب بعد ما نفذته أسيبه كده؟ لا مدام نفذت قيم بقى قيم البرنامج التدريبي يعني هتقول ليصلح ولا لا يصلح يبقى إذن هناك مراحل عملية التدريب تبدأ بتحديد الاحتياجات التدريبية وتنتهي بتقييم البرنامج التدريبي ممكن يقول لي ما هي عملية التدريب وما حاجتنا إليها وما مراحل عملية التدريب أدي سؤال مقالي أو يجي يقول لي مراحل عملية التدريب تبدأ بتنفيذ البرنامج التدريبي هقول له لا مرة خطأ لأنها بتبدأ بالاحتياجات التدريبية أو يجي يقول لي اختيار من المتعدد مراحل عملية التدريب هي تبدأ بي ويحطي لي الاربعة متلغبطين وأنا أقول له بالاحتياجات التدريبية دور المنظمة عشان تزود فعالية التدريب بصراحة المنظمة لها أكتر من دور تقريبا ستة أدوار أول دور ليها أن هي بتعمل إيه تضع في اعتبارها الهدف الرئيسي اللي هو تطوير الفرد والوظيفة وجماعة العمل والإدارات والأقسام يعني اللي يهمها في البداية الهدف بتاعها الرئيسي تطوير الفرد نفسه والوظيفة بتاعته تاني دور ليها أن تقوم بتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين وأن يتم ذلك بأسلوب علمي وصياغتها في صورة أهداف تدريبية محددة يبقى إذن الأول الهدف الرئيسي بتاعها هو الفرد والوظيفة اللي هو فيها تاني دور بتلعبه عشان تزود فعالية التدريب هتحدد الاحتياجات التدريبية بعد كده بيقولي تولي الأهداف التدريبية الابتكارية والشخصية اهتمام مماثل للأهداف اليومية يعني زي ما أنا بعمل أهداف يومية زي ما يبقى عندي أهداف لبعيد شوية وأهداف حل مشكلات تساعد المنظمة والعملين على التطوير يبقى هتعمل هدف رئيسي التطوير الفرد والوظيفة هتحدد الاحتياجات التدريبية الفعلية هتشوف الأهداف التدريبية الابتكارية والشخصية وتخليها زيها زي أهمية الأهداف هتعمل إيه كمان؟ رابع دور لها هو تصب اهتمامها في تطوير الفرد على الاتجاهات النظرية والعملية والسلوكية يعني مش بس حاجات عادية لا كمان هتطور في اتجاهات الفرد النظرية والعملية والسلوكية نيجي بعد كده نقول تأخذ في اعتبارها الاحتياجات التدريبية دائمة التنوع والتغيير ولذلك فإن الاحتياجات التدريبية عملية مستمر آخر دور هتلعبه المنظمة أن تتبع الإدارة خطة علمية عملية لتقييم التدريب في الأول خالص كانت الاحتياجات وانتهت بتقييم التدريب يبقى سؤال يجي لي يقول لي ما هو دور المنظمة لزيادة فعالية التدريب عندي ست حاجات هيقول لي بما تفسر زيادة دور فعالية دور المنظمة في التدريب هقول له الست حاجات هيقول لي عبارات صح بغلط في كل واحدة فيهم أو يقول لي اختيار من متعدد ويقول لي دور المنظمة تصبح اهتمامها في تطوير الفرد تأخذ في اعتبارها الاحتياجات التدريبية تتبع عملية تقييم التدريب كل ما سبق يبقى كل ما سبق يبقى نيجي نشوف بعد كده أساليب التدريب بيقول لي في تدريب الحساسية في بناء الفريق في مدخل التغذية المرتدة وكل ما يبقى في حاجة ناس معترضين عليها نبتدي نشوف نحسن فيها ازاي نيجي نشوف بعد كده بقى مراحل بناء الفريق بيقول لي عشان تبني فريق لازم تعرف المشكلة بعد ما تعرف المشكلة شخص الأسباب عن طريق مشاركة جامعية بين الكل زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي عندنا هنا بعد كده حدد نتائج التشخيص زي مثلا فقر الاتصال عدم عدلة الأجور الصراعات داخل المجموعات الأدوار والسياسات والإجراءات دي نتائج التشخيص اللي انت طلعت به بعد كده حدد بدائل المشكلات برضو عن طريق المشاركة الجامعية بعد كده طبق الحلول بتاعتك وخد بالك ان اللي هيعزز الحلول بتاعتك هو مشاركة الجامعة بتعمل على زيادة الالتزام نجي بعد كده نشوف بنقول ان اسلوب بناء الفريق يجعل الخبرة التعليمية التي يمر بها الأعضاء تساعد على سرعة بناء علاقات عمل وتوطدها بينهم كما ان بناء الفريق له تأثير إيجابي في حد ذاته كستراتيجية من استراتيجيات التطوير التنظيمي يعني احنا هنا بنتكلم على الفريق وبناءه بناء على انه هو استراتيجية من استراتيجيات التطوير واحنا كنا بنتكلم على التدريب والتطوير فالتطوير هنا اعتمدنا فيه على بناء الفريق اللي بيخلي فيه خبرات للأعضاء وعلاقات متوطدة بتعمل تأثير إيجابي كستراتيجية من استراتيجيات التطوير طيب نيجي نشوف بعد كده خلاص احنا كده عرفنا التدريب يعني ايه والحاجة اليه كانت ايه وعرفنا ان فيه تطوير عن طريق بناء فرق العمل نيجي بعد كده نشوف موضوع حيوي عندنا وهو تصميم الهيكل التنظيمي هيكل تنظيمي يعني عندي رئيس وعندي وكلة وعندي مديرين او رؤساء اقسام وتحتهم اهو فيه موظفين صغيرين ده هيكل تنظيمي طيب يبقى زي ما قلنا كده ان اهداف الهيكل التنظيمي عندنا اربعة وقلنا ممكن يبقى السؤال بما تفسر اعداد الهياكل التنظيمية هتحط لي الاربعة برضو اجي عبارة صح وغلط واقول ان من اهداف الهيكل التنظيمي تحديد اطار التنظيم ووحدات التنظيمية بغض النظر عن التنسيق بين جهود الافراد وتحديد الالقات يبقى العبارة خطأ او ان يقول اختيار من المتعدد اهداف الهيكل التنظيمي تحديد اطار التنظيم تحديد السلطات تحقيق التنسيق تجنب الصراعات او كل ما سبق ايه هي العوامل المؤسرة في تصميم الهيكل التنظيمي بيقول لي البيئة الخارجية ما صحيح البيئة دي اكيد بتأثر زي ما بتأثر علينا بتأثر على المنظمة بتأثر على الادارة بتأثر على كل حاجة والبيئة دي متعددة زي ما قلنا ممكن تبقى اقتصادية ممكن تبقى ثقافية ممكن تبقى اجتماعية ممكن تبقى بيئية ممكن تبقى طبيعية طيب كمان بيقول لي بيأثر عليك حجم التنظيم نفسه طيب لو المنظمة كبيرة قوي هل لها شكل معين في التنظيم ولو المنظمة صغيرة قوي مش محتاجة ان انا عامل هيكل تنظيمي كبير مزبوط طيب التكنولوجيا المستخدمة عندك تستخدم حاجات حديثة في وسائل الاتصال ولا لأ هتسهل عليك ان انت تعمل هيكل تنظيمي كبير وتبقى عندك فروع كتيرة للشركة وعندك تكنولوجيا عالية تقدر تستخدمها في الاتصال المباشر ما بينهم بعد كده الاستراتيجية اللي انت بتستخدمها هتأثر برضو في تصميم هيكل التنظيم تمام يبقى هيقول لي ما العوامل المؤثرة في تصميم هيكل التنظيمي الاربع دول هقول من العوامل المؤثرة في تصميم هيكل التنظيمي البيئة وحجم التنظيم فقط يبقى غلط لانهما اربع او اختيار من متعدد ويقول لي العوامل المؤثرة في تصميم هيكل التنظيمي ويقول لي البيئة استراتيجية تكنولوجيا حجم التنظيم كل ما سبق طيب دي كده نشوف بقى واحد واحد يبقى هيقول لي ما هي أنواع التنظيم أو ما هي أنواع الهياكل التنظيمية واشرح وحدة فيهم تمام؟ هنقول وحدة وحدة فيهم أو يقول لي قارن ما بين التنظيم الوظيفي والتنظيم هنشوف اللي بعد ده أو يقول لي ما هي مزايا وعيوب التنظيم الوظيفي تمام؟ أو يقول لي ما هيهم واشرح وحدة فيهم طيب هنا في التنظيم الوظيفي عندي مدير عام وبعدين إدارة الإنتاج إدارة الموارد البشرية إدارة التسويق وإدارة التمويل تحت كل إدارة من دول في أقسام قسم تصنيع، قسم تجميع، قسم السيانة في موارد البشرية، قسم اختيار الوطعين، قسم التدريب، قسم الأجور، قسم الحوافز، وهكذا تمام؟ في إدارة التسويق هيبقى عندي قسم المنتج، قسم الترويج، قسم التوزيع، قسم التسعير في إدارة التمويل، واحد، اتنين، تلاتة، وأكتر من حاجة تاني تمام كده؟ طيب، نيجي، يبقى دي كده الرسمة هي، واضحة بالنسبة لنا، ده التنظيم الوظيفي عندي وظيفة مدير عام، وتحت منه أربع إدارات، كل إدارة فيها أقسام وجواها طيب، بيقول لي إيه بقى مزايا التنظيم الوظيفي اللي أنت بتتكلم عليه ده؟ آه ما هي أهيه؟ ما هي بين أهيه؟ أولاً بيسهل مهمة الإدارة حيث يتعين على المديرين أن يكونوا متخصصين في مجالات محدودة النطاق يبقى هو بيسهل مهمة الإدارة حيث يتعين على المديرين أن يكونوا متخصصين في مجالات محدودة النطاق تاني حاجة، أن من الممكن أن يكون ذو كفاءة عالية من حيث التكلف تالت ميزة، بيضمن الاهتمام بالأنشطة الأساسية للمنظمة ما احنا شفنا هو التمويل والإنتاج والتسويق والمغارد البشري وآخر حاجة يؤدي تجميع أوجه النشاط المتشبهة في إدارة واحدة لتسهيل عملية التدريب والرقابة يعني الهيكل التنظيمي لما بيبقى بالشكل الوظيفي هيسهل عملية التدريب والرقابة مصبوط يبقى إذن عرفنا شكل الهيكل الوظيفي مدير وتحته أقسام وتحت كل قسم فيه رؤساء للقطاعات الموجودة تحت بعد كده عرفنا مزايا التنظيم الوظيفي وهما أربعة وممكن أشيل واحدة فيهم أو أقول واحدة وأقول فقط أو أعمل اختيار من متعدد ويبقوا كل ما سبق أو أني أقول مثلا أن من مزايا التنظيم الوظيفي أنه يؤدي إلى تجميع أوجه النشاط المتشبهة في إدارة واحدة مما يؤدي إلى صعوبة عملية التدريب والرقابة أقوله لعبارة خطأ طيب كده نشوف كل حاجة ليها ميزة بيبقى لها عيب إيه بقى عيوب التنظيم الوظيفي قال لي وجود التخصص بيؤدي لتركيز كل فرد في عمله وإهماله النواحي الأخرى مما يجعل عاملين يتحيزون إلى عمله بيفهم في حاجة ومايفهمش في الحاجات البقية بتاع الانتاج يفهم في الانتاج والموارد البشرية في الموارد البشرية والتسويق في التسويق وهكذا يبقى إذن التخصص هيخليه ركز في عمله ويهمل النواحي الأخرى بيتصف بعدم المرونة فقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة حول بعض المسائل وقت أطول يبقى إذن بيتصف بعدم المرونة تمام؟ طيب نيجي نقول بعد كده صعوبة التنسيق بين الإدارات الوظيفية في كثير من الأحيان يبقى زي ما كان عنده مزايا عنده ثلاث عيوب وجود التخصص بيؤدي للتركيز يتصف بعدم المرونة صعوبة التنسيق بين الإدارات الوظيفية في كثير من الأحيان طيب يبقى إحنا عرفنا إيه هو تنظيم الوظيفي رسمته ومزاياه وعيوب التنظيم القطاعي طيب ما أنا خلاص طلعت فيه عيوب يبقى شوف واحد تاني قطاع هذه رئيس القطاع عنده وحدة أعمال استراتيجية قطاع ألف عنده وحدة أعمال استراتيجية قطاع به وعنده وحدة أعمال استراتيجية قطاع جيم كل قطاع بقى تحتيه التسويق والإنتاج والتمويل والأفراد وهنا تسويق وإنتاج وتمويل وأفراد وهنا تسويق تمويل إنتاج وهكذا يبقى إذن الرئيس القطاع تحت منه ثلاث قطاعات وكل قطاع تحتيه ثلاث وظايف تمويل وتسويق وإنتاج وموارد بشرية يبقى ده رسمة التنظيم القطاعي ما هو عمل حاجة مختلفة يبقى نشوف مزدها بيقول ينصب اهتمام المديرين والعاملين على المنتجات سواء الخاصة بالمنتجات والعميل والمناطق الجغرافية تاني حاجة تستطيع الإدارة العليا أن تدير مباريات تنافسية بين القطاعات قطاع 1 حقق كذا قطاع 2 عمل كذا قطاع 3 عمل كذا نعزز الكفاءة الإنتاجية يتميز بالمرونة والاستجابة للتغيير بسبب أن كل وحدة أو قطاع يتركز على البيئة الخاصة بي بعد كده يعمل على زيادة درجة التنسيق والدافعية التي تتغلب على عديد من المشكلات التي تظهر في التنظيم الوظيفي يبقى إذن مزايا التنظيم القطاعي 4 بينصب اهتمام المديرين على المنتجات تستطيع الإدارة العليا تدبير منافسة بين القطاعات يتميز بالمرونة يعمل على زيادة درجة التنسيق والدافعي مدام قلنا ميزة يبقى هنطلع فيه عيب عيوب التنظيم القطاعي أول حاجة زيادة التكاليف النشأة عن ازدواج بعض الجهود في القطاعات أنا عندي قطاع واحد وقطاع اثنين وقطاع ثلاثة وهنا فيه مدير تسويق وهنا فيه مدير مالية وهنا فيه مدير موارد بشرية يبقى فيه زيادة تكاليف نشأة عن ازدواج بعض الجهود قد يحدث صراع ما بين القطاعات المختلفة بسبب التنافس على بعض الموارد وخاصة المحدودة منها كل ما قلت الموارد كل ما بتزيع الصراعات وكل ما زادت عدد القطاعات زادت الصراعات ما بينهم يعني فيه ميزة وفيه عيوب طيب نيجي نشوف بعد تنظيم عندنا بيقولي تنظيم المصفوفة عندي رئيس والرئيس فيه ادارة انتاج تسويق تمويل ادارة بشرية تمويل جوه كل واحدة من دول فيه مدير مشروع واحد مدير مشروع اثنين ومدير مشروع ايه ثلاثة والمديرين دول عندهم كل الوظائف الادارية تمام كده؟ طيب يبقى اذا ادارة البحث والتطوير دخلة فيها الثلاثة وهكذا ودي هنا ودي هنا ودي هنا مصفوفة يبقى اذا رئيس واحد واربع او خمس ادارات وكل فيه مشاريع كل مشروع له مدير وكل واحد من دول يقع تحت الادارات الوظيفية بتاعة الوظائف المختلفة ميزة بقى في اللي احنا عملنا ده هيقول يسمح بالاستجابة السريعة والتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة ما انا عندي واحد بس للتسويق وفيه ثلاثة مشروعات تحته يتميز بالمرونة وفرق العمل يتم تشكلها وتغييرها وحلها دون ظهور مشكلات برضو لان فيه مدير واحد وفيه مشاريع تحت يعمل على زيادة دفعية الافراد فعندما يحقق فريق العمل اهدافه يزداد احساسه بالرضا اهم حاجة بقى غرس روح التعاون مع وجود العلاقة التبادلية مع عضاء الفريق وتسهيل مهمة المدير الادارة العليا طيب خلينا نقول نقول ايه بقى زي ما في مزايا لتنظيم المصفوفة اللي هي يسمح بالاستجابة يتميز بالمرونة ويعمل على زيادة دفعية الافراد ويغرز روح التعاون زي ما في مزايا لتنظيم المصفوفة ضغوط مؤسرة على عضو الفريق بسبب تعدد رؤسائه هو مشروع وعنده اربع رؤساء او خمس رؤساء اللي فوق مشكلات خاصة بتقويم اداء العاملين صراع القوة بين الجانب الوظيفي وجانب المشروع للمصفوفة طيب عالوا نعمل تنظيم شبكي يمكن يحل الموضوع مركز الشركة الام ونطلع منها شركة نقل شركة تصنيع شركة تسويق مركز بحوث وتطوير تمام؟ طيب دي الرسمة بتاعتك المزايا بتاعت التنظيم الشبكي يتيح استخدام اي موارد خارجية قد تحتاجها المنظمة من مواد خام وعمالة رخيصة تتوافر خارج البلاد او غيرها وانا بجيب من كل حتة ييجي صب في الشركة الام يتميز بالمرونة والتحدي فتستطيع المنظمة استئجار اي خدمات تحتاجها اليها كما انها تستطيع ان تكيف نفسها مع المنتجات الجديدة بعدهم مزتين مهمين او ان بيتيح استخدام الموارد حتى لو كانت هجيب عمالة من بره عشان تبقى رخيصة وهيتميز بالمرونة والتحدي فانا استطيع ان احنا نعدي الامور ونتكيف مع كل الجديد طب تفتكروا ايه تطلع لك؟ عدم وجود رقابة مباشرة على انشطة المنظمة ما انا مأجر هنا وجايب عمال من هنا يبقى ما فيش رقابة مباشرة عندي قد تتعرض المنظمة للعديد من المخاطر في حالات فشل الشركات اللي تم التعاقد معاه ما انا الشركة الام ومؤجرة من هنا ومؤجرة من هنا ومؤجرة من هنا طلع دوحش وطلع دوحش بازة الدنيا عندي انا عدم توفر الولاء لان انا بجيب ناس من بره وعمال من بره والنقل من بره والانتماء في الشركات التي تم التعاقد معاه يعني زي ما كان في ميزة في المرونة وان انا هجيب ناس من بره زي ما بقى عندي مشكلة في عدم توفر الولاء وتعرض المنظمة للعديد من المخاطر لو طلعوا هما مش كويسين وكمان مش هعرف أرائب لقابة مباشرة على الأنشطة بتاعتي كده كان عندي تنظيم وظيفي وتنظيم شبكي وتنظيم مصفوفي وعرفت مزايا وعيوب كل واحد يبقى لما يجي يقول لي قل لي التصميم الهياك الأنواع وإيه هقول واحد اثنين تلات اربعة وبعدين قل لي مزايا وعيوب كل واحد أو قل لي الأنواع وشرح لي واحد فيهم يبقى هرسمه وقل له المزايا والعيوب بتاعته أو يقول لي قارن ما بين مزايا وعيوب التصميم المصفوفي والشبكي أو يقول لي عبارات صحة وغلط أو اختيار من متعدد طيب آخر حاجة بيقول هالي بيقول لي خد بالك لا نستطيع الجزم بأن هناك تصميم تنظيمي مثالي الله يعني ما ينفعش للشركات كلها لا يمكن تطبيقه بفعالية على جميع المنظمات بل نرى أن كل منظمة يجب عليها أن تختار التصميم التنظيمي المناسب لها وذلك بعد دراستها كافة العوامل المحيطة بها من عوامل بيئية داخلية وخارجية هتعرف نقاط القوة بتاعتها هتعرف نقاط الضعف بتاعتها هتعرف الفرص والتهديدات اللي بتقابلها وتبتدي تشوف الهيكل التنظيمي اللي ينسبها هل هينفعها المصفوفي ولا الشبكي ولا الوظيفي تمام كده؟ يبقى إذن ممكن يجيلي عبارة صح وغلط ويقول لي نستطيع الجزم بأن هناك تصميم تنظيمي مثالي يمكن تطبيقه بفعالية على جميع المنظمات هقول له غلط لا نستطيع أن نجزم بأن هناك تصميم يناسب كل المنظمات لأن كل منظمة لها عوامل بيئية وداخلية وخارجية مختلفة ليها نقاط قوة ونقاط ضعف وليها فرص وتهديدات مختلفة يبقى خلصت محاضرتنا النهاردة ويريت كل شريحة تحضروا لها عبارة صح وغلط واختيار من متعدد وتعرفوا أن فيه إشرح بالرسم فقط وفيه مقارنات في شكل جدول وبما تفسر ممكن كمان على فكرة آخر شريحة دين استخدمها بما تفسر ونقول بما تفسر أن جميع المنظمات لا تستطيع استخدام تصميم هيكل واحد هقول نرى أن كل منظمة يجب عليها أن تختار التصميم التنظيمي المناسب لها وفقا للعوامل المحيطة بها من عوامل بيئية داخلية وخارجية ومن نقاط ضعف ونقاط قوة وفرص وتهديدات تقابله وإلى لقاء في المحاضرة القادمة